لما جينا لقينا فيتامين دال اللي هو بدأ يظهر دلوقتي فيتامين دال يعني واجع عضم لأ سيادتك فيتامين دال دا ممكن يبوز لك العضلات ممكن يبوز لك الجهاز الهضم يوقع لك شعرك ممكن يعملك مشكلة في الحرق ما يخليكيش تخسي فيتامين دال دا ممكن يخلي مودك دلوقتي كويس بعد نص ساعة زي يعيوحش جد بسبب نقص فيتامين دال فسيادتك هتعملي الفحص بتاع فيتامين دال هيطلع للرقم هيتكتب لك الجرعة اللي هتخذيها طب المصدر الطبيعي لفتامين دال ايه؟ هو الشمس من 15 ل20 دقيقة في اليوم عرضة للشمس انت خدت احتياجك تقريبا اليومي من فيتامين دال وعيب قوي لما نكون في بلدنا الشمس موجودة 365 يوم ويبقى عندنا نقص في فيتامين دال اوروبا اه اقولك اه ما بيتعرضوش للشمس كتير لكن انت عندك الشمس هنا احنا بنبدأ نتاريه على الاجانب لما بيجوا عندنا ويتعرضو للشمس بصورة مستمرة وما فيش لا تتعدي منه لما يوميا يتعرض للشمس عشان هو عارف قيمة فيتامين دال ايه؟ فيتامين دال من الحاجات اللي بتدعم المناعة بصورة كبيرة جدا فيتامين دال موجود في الاكل موجود في البيض موجود في اللبن موجود في القشطة موجود في الزبدة بس كل دول مزيزي الشمس تمام؟ اللي احنا بنجري على الصدليات عشان نجيبه هو ربنا خلقهن برا وعلى فكرة انت مش محتاج يبقى جسمك كله معرض للشمس ان انت مجرد ايديك ووشك كفاية 15-20 يوم 20-20 دقيقة الصبح قبل فترة الظهر يعني من الساعة 9 للساعة 10 او بعد فترة العصر يعني من الساعة 3 للساعة 4 دول افضل اوقات تتعرض ديهم صدقني مش هتندم حال او مش هتندم